سقط المنتخب الإيطالي في فخي تعادل مخيب أمام مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بهدف لهدف في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا الفين واربع عشرين ومنح قائد إيطاليا إيموبيلي التقدم لمنتخب بلاده منذ الدقيقة السابعة والاربعين إلا أن إنس باردي أهدى مقدونيا الشمالية هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الحادي والثمانين وبهذه النتيجة رفع منتخب إيطاليا رصيده لأربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مقدونيا الشمالية الرابعة